بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين شكرا لك سيد الرئيس تحية علمية للحضور الكريم أساتدة وطلب إذن مداخلتي ممسومة بالتربية على المسرح والثقافة الرقمية التحولات والتحديات إن السؤال الذي يتبادر إلى الدهن هو سؤال البدل من أين نبدأ وهو نفس السؤال الذي انطلق منه السينيولوجي والناقض رولون بارد في أبحاثه السينيولوجيا إذن نعيد بطبيعة الحال نفس السؤال ونقول بأننا سنبدأ من من المسرح رغم أننا بطبيعة الحال لا يمكننا أن نتحدث عن المسرح في بضع دقائق وإنما سننجزه بالقول بأن المسرحة هو تعبير عن الحياة بل هو الحياة ذاتها هو أدب وفن وتركيبة تجمع بين بطبيعة الحال بين نص وعرض من أجل خلق فرجة حية تحدث منفعة ومتعة للمتلقي وتؤدي وظيفة اجتماعية نفسية وتربوية وبناء عليه تكتسب التربية على المسرح أو التربية المسرحية بطبيعة الحال فاعليتها كونها ترقى بالنشأ معرفيا وجدانيا وحس حركيا وبطبيعة الحال تنمي لديه الحس الجمالي والإبداع الفني والحس الفني عفوا والإبداعي لأن تواكب التربية على المسرح مختلفة تغييرات التي يشهدها الحقل المسرحي وبخاصة في سياق تفاعلاته مع الثقافة الرقمية وهو ما يدفع إلى طرح السؤال التالي ما هي حدود توظيف التقافة الرقمية أو ما هي حدود توظيف التربية على المسرح للثقافة الرقمية وما هي الإبدالات الجديدة أو عفوا ما هي حدود توظيف التربية على المسرح للثقافة الرقمية دون أن تفرغ المسرح من جوهره كونه فرجة حية يستلزم مشاهدا وممثلا وخشبا بطبيعة الحال الإحاطة بهذا السؤال صغنا ثلاثة تأملات يتمثل التأمل الأول في المسرح والثقافة الرقمية حدود توظيف المسرح حدود توظيف المسرح للثقافة الرقمية وما هي الإبدالات الجديدة للممارسة المسرحية إذن في بحثي عن تجليات مفهوم الثقافة الرقمية صراحة لم أجد شيء الكثير الذي يعرف هذا المصطلح وإنما اخترت التعريفة الماثلة أمامكم الثقافة الرقمية هو مصطلح يتجاوز مفهومة الرقمية الذي يفيد معرفة بالرقميات ووعيا تقنيا بها إلى معنى أكثر دقة يتحدد فيما ينبغي للفرض تملكه وامتلاكه من معرفة وعلوم نظرية وتطبيقية وهي مؤطرة منهجيا وتشير إلى وعي خاص لا يملكه كل من له معرفة بالرقميات إذن الثقافة الرقمية هو مفهوم يتجاوز الرقمية ويجمع بين ما هو رقمي وبين المضامين المال فيه بطبيعة الحال في سياق تفاعل المسرح إذن كما نعلم جميعا أن المسرح هو بنية مفتوحة على الديناميات المتطورة في المجتمع هو يدمج كل التغييرات الحاصلة فيه وبالتالي فإن هذا التطور الذي حققته تكنولوجيا الاتصال والإعلام وضع المسرحة أمام توجهات جمالية تطلبت منه إعادة التفكير أو تجديد خبرته الجمالية إذن عندما أذكر الرقميات أو الحضور التقني في المسرح فإن ذلك بطبيعة الحال لا يوحي بالقول بأن المسرحة لم يكن على اتصال مباشر بتلك التقنيات ولم يكن على مسافة بعيدة من تلك التقنيات إذن نجد خضورا في المسرح لمؤثرات سمعية بصرية طالما شكلت الإضاءة مقوما أساسيا لتشكيل فرجة حية كما مثلت المؤثرات الصوتية بطبيعة الحال أطرا جماليا في العرض المسرحي وبالتالي فالمسرح لم يكن عن منأة من توظيف هذه التكنولوجيات الحديثة إذن يتعلق الأمر في السياق التكنولوجي بمزاوجة بين فرجة مباشرة وأخرى افترادية إذن بطبيعة الحال نجد أنفسنا أمام أداء تلعب فيه الأجهزة التكنولوجية والتقنيات الحديثة دورا محوريا في التأثير في المتلقي إذ يصبح لجهاز الحاسوب القدرة على تغيير الحقيقة وخلق عالم افتراضي يصير في جوهره هو الحقيقة إذن هذه بطبيعة الحال المزاوجة بين ما هو واقعي وحقيقي وما هو افتراضي قد فتح آفاقا رحبة للتأمل والبحث في استطيقة جديدة وفي كيفية استيعاب الفن المسرحي لهذه البنيات بطبيعة الحال الحديثة بما يسمح له بإدماج ثقافة رقمية مهيكلة تحفظ له شكله التعبيري النابض بالحياة ومن أجل الحياة وحضوره الحس الفاعل في الثوات وكذلك للممثل وجودا إنسانيا لا مجرد رسم على الأركاع إذ في سياق التكنولوجي باتت الآلة تنافس الممثلة البشري بطبيعة الحال وهذا الأمر وما يدق ناقص الخطر فيما يتعلق بالممارسة المسرحية إذ ينبغي بطبيعة الحال كممارسين وفاعلين في الحق المسرحي أن نأخذ بيدين بين التوابط التي تضمن للمسرح كينونته وجوهره وبينما هو بطبيعة الحال جديد ووافد على المسرح يحقق له استمرارية وتجددين بطبيعة الحال مستمر إن السؤال المهم والأهم في سياق علاقة المسرح بالثقافة الرقمية ليس هو مدى حضور التكنولوجيات الحديثة واستدماجها في مشاهد المسرحية بقدر ما هو سؤال إمكانية استغناء المسرح عن الممثل كحضور إنساني وعن الجمهور كلقاء حي وحلقة لتبادل التأثير والأطر فيما يتعلق بالتأمل الثاني فهو تأمل يخص التربية على المسرح والمقاربات البيضاغوجية التي بطبيعة الحال استحدثتها الثورة التكنولوجية إذن التربية على المسرح وبالمسرح طبيعة الحال هي تربية هي علاقة قديمة قدم التفكير الإنساني ذاتي وقد سبق أن أشرنا إلى الوظيفة التربوية التي يؤديها المسرح نربي بالمسرح إذن هناك علاقة تبادلية بين المسرح وبين التربية إذن التربية على المسرح هي ظاهرة تربوية تعتمد الفن المسرحي كأداة لتحقيق أهدافها التربوية أولاً ثم هي في درجة ثانية ومن خلال التجربة تحقق أهدافاً فنية وجمالية تصب في النهاية في الأهداف التربوية العامة إذن هي تتأسس في السياق التعليمي وفق مقاربات بداغوجيا توظف على مستويين إذن هناك حضور لمجال المسرح داخل مكون التربية الفنية فمادة دراسية لها حيزها الزمن الأسبوعي ومن ناحية أخرى نشد حضوراً للتربية على المسرح أيضاً ضمن أنشطة الحياة المدرسية من خلال تأسيس نواد ومحترفات مصرحية تمنح للمتعلم حيزاً زمنياً إضافياً للتشبع بطبيعة الحال بالقيم التي تسعى إلى ترسيخها هذه التربية المسرحية إذن بالنسبة للأنشطة البداغوجية الطبيعة الحال التي توظف في التربية على المسرح نوردها هي أنشطة درامية تتوزع وفق ما يلي إذن نجد ألعاباً تخييلية هي أنشطة تجالية تهدف إلى تنمية خيال المتعلم هناك أيضاً نشاط تواصلي يسمح للمتعلم بتوظيف مكتسباته اللغوية وتثبيتها وكذلك بتعلم مبادئ الحوار المتمثلة في الإنصات واحترام الرأي المغاير والإقناع وإبداء الرأي هناك تمارين التركيز وهي تمارين التدريب على الانتباه والتركيز وصياغة الأفكار بشكل دقيق ومضبوط تمارين تفعيل الحواس والإحساس التعبير عن المواقف الإنسانية بالحركات والإيماءات وما يقتديه ذلك من تآذر وتوافق بين الحواس والأحاسيس المعبر عنها وهناك تمارين التقليد هي أنشطة لمحاكاة وتقليد حركات وأصوات وسلوكية ومواقف من الحياة وهناك أخيرا نشاط كثيرا ما يعتمده المدرسون في الحق التعليمي والمرتكز أساسا على مصرحة المناهج أي تلك العملية التي ننقل من خلالها نصا نتريا سبق دراسته إلى نصوص مصرحية وتشخيصها على خشبة المصرح مع ما يتطلبه ذلك من اشتغال على المستوى النصي وعلى مستويات أخرى تحضر فيها عناصر البناء الدرامي من ذيكور وملابس ومؤثرات سمعية بصرية وغيرها إنه في السياق الرقمي بطبيعة حل هذه الأنشطة التي سبق ذكرها لا تغيب في السياق الرقمي وإنما تكمل وتعزز بأنشطة توظف الموارد الرقمية وبالتالي هنا يتم الحديث عن بيداغوجيا جديدة تلازم وتواكب البيداغوجيات النشيطة التي طبيعة الحال يعمل بها في الحقل التربوي وهو ما يعرف بالبيداغوجيا الرقمية من حيث أنها الإطار المنهجي الذي يسمح بالتوظيف الهاذف لتكنولوجيا الإعلام والاتصال وللموارد الرقمية المعينة قلت بأنه في التربية على المسرح في الحقل التعليمي ستم المزاوج بين البيداغوجيات النشيطة والبيداغوجيات الرقمية حيث يمكن الاستعانة بموارد رقمية فيما يتعلق بتاريب التقليد وتمارين التركيز والألعاب التخيلية وفي أنشطة مسرحة المناهج من خلال رسم خلفيات الجداريات المسرحية وتعيين أمكنة الأحداث والشخصيات المسرحية فيما يتعلق بالتأمل الثالث والأخير الذي يرتبط بالسؤال الإشكال الذي طرحناه في البدء وهو يرتبط بتحديات التربية على المسرح في السياق الرقمي إذن ما قلناه عن المسرح بأن المسرح في علاقته وفي تفاعله مع السياق الرقمي ينبغي أن يكون حذراً بالكيفية التي لا تفرغ المسرح من جوهره كونه فرجة حية يقتدي ثلاثة عناصر أساسية وهي مشابل ممثل وخشبة إذن ما قيل عن المسرح هو نفس الأمر يقال عن التربية المسرحية إذن لا ينبغي بطبيعة الحال أن نوظف الموارد الرقمية في السياق التعليمي بكيفية متحمسة دون الوعي بحدودها الوظيفية إذن ينبغي علينا بطبيعة الحال أن تكون تلك الموارد الرقمية المدمجة في سياق التربية على المسرح موارد موجهة وهادفة بالكيفية التي تضمن للمسرح أصالته وتحافظ على ثوابته بطبيعة الحال التي لا زال يقبض عليها بيدين إذن إن حضور التقنية الرقمية مشروط بسياغة توجيه بداهوجي يتوافق وتحقيق الأهداف العامة للتربية وهو المعطى الذي لا تستثنى منه التربية المسرحية في المؤسسات التعليمية وذلك من خلال تحديد وضعها في السياق الجديد ومختلف التحديات التي تواجهها والتي يمكن إجمالها في النقطة التالية من جملة التحديات بطبيعة الحالة التي تلزم استعمال ثقافة الرقمية في السياق التعليمي هو أن هذه التكنولوجيات الرقمية ينبغي النظر إليها باعتبارها وسيطا لبناء المعرفة وبالتالي ينبغي الوعي بحدودها الوظيفية فهي حضور داعم ومكمل للممارسات البداهوجية الموازية لها ولا ينبغي أن تلغي أسساً بداهوجية أثبتت فعاليتها على مر العصور التربية المسرحية هي تربية قيمية وأخلاقية قبل أن تكون نفسية واجتماعية تستلزم أنشطتها حضوراً فاعلاً للمتعلم وممارسة ذاتية وعملاً متواصلاً يكون الفرد فيه المتعلم الفاعل الأساسي فيه حتى يتسنى له التشبع بثقافتها ينبغي أن تستدمج البنيات المادية للمؤسسة فضاءات تكنولوجيا تيسر الاشتغال بالموارد والتقنيات الرقمية في غياب بنيات تحتية بطبيعة الحال تيسر عملية توظيف تلك الموارد الرقمية لا يمكن الحديث عن ثقافة رقمية وعن توظيف لتلك الثقافة في الممارسة التعليمية أيضاً من بين التحديات التي تواجه الفئلة التربوي هو أن يفرض الزمن الرقمي إلمام المدرس بالمعرفة الرقمية وتجديد ممارساته وتطويرها لدخول العصر الرقمي على الوجه المطلوب وفي الختام أقول بأن إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال لا يزال في مهدي مما يستوجب التفكير الجدي في البدائل التي تستدمج تقنياتها بما يحفظ للفن فنيته وللتربية آذافها وهو ما سعت هذه الورقة البحثية من خلال تحديد تفاعلات الحقل التربوي وعلى خصوصات قربية المسرحية مع المستجد التكنولوجي ومسارات التغيير الممكنة التي باتت تفرد نفسها بقوة والتحديات التي تواجهها في ظل غياب منطوق بداغوجي موجه وشكراً على حسني الإسلام شكراً لسلحة قدل أبلاكس كنت كما نقول كورونا مضبوط شكراً لسلحة قدل أبلاكس